اشتركوا في القناة هنا اتقديم إلى هذه الفرصة مجنوى بدون شرط جواز الصفر اذا مشاهدة كاملة للفيديو سوف اشعلكم هذا الموضوع شرح كامل وفي الموقع الرسمي التابع لحكومة امريكا إذن هذا هو الموقع الرسمي للتشجيل وتقديم سوف اترك لكم رابط الموقع الرسمي للتشجيل وتقديم بشارة في صندوق وصفة هذا الفيديو إذن سوف اشرح لكم طريقة تشجيل وتقديم تنزلون على تحت هكذا تضغطون على Begin Entry هكذا هنا قمت بترجمة الصفحة إلى اللغة العربية لفهمة الجميع هنا فقط مراحظة لديكم مدة نصف الساعة لتعبئة استمارة تقديم أولا سوف تقوم بكتابة هذا الرمز and D5 cut cs هنا أيضا يمكنكم تغير هذا الرمز بضغط على هذه الخانة إذن سوف اكتب هذا الرمز بعد ذلك سوف تضغطون على إرسال هكذا تخرج لكم هذه الصفحة هنا طبعا سوف تملؤون على الاستمارة باللغة الإنجليزية دائما أترجم للشرح ليفهم جميع المتابعين إذن هنا لدينا الجزء الأول سوف تملأ المعلومات الخاصة بك لدينا هنا على الاسم الآخر لعيدي اللقب الاسم الأول تكتبون على الاسم هنا الاسم الأوسط مثلا نحن في الجزائر لا نملك اسم أوسط نضغط على هذه الخانة بالنسبة لدول التي لديها اسم أوسط تملأ الخانة هنا لدينا الجنس تختار إما ذكر أو أنثى مثلا نختار ذكر هنا تاريخ الميلاد تكتب الشهر اليوم السنة هنا تكتب المدينة التي ولدت فيها هنا تدخل فقط مدينة الميلاد لا تدخل المنطقة المقاطعة المحافظة الوداية إذن تكتبون هنا مدينة الميلاد فقط هنا دينا البلد الذي ولدت فيه تختار كل البلدان موجودة كما تشاهدون مثلا أختار دائما الجزائر هنا بلد الأهلية للبرنامج تتركون على إجابة نعم هنا صورة المشارك تقوم بالضغط على أختار صورة جديدة في هذه الخانة تحمل الصورة بالمواصفة المطلوبة لتقدم فيها القرى الأشوائية الأمريكية والتي شرحتها لكم في فيديو السابق بعد تحميل الصورة هنا سوف تكتب العنوان الكامل لديك السطر الأول السطر الثاني اختياري تكتب المدينة البلدة ثم تكتب المنطقة المقاطعة المحافظة أو الولاية الرمز الباردي هنا البلد أختار دائما الجزائر هنا البلد الذي تعيش فيها اليوم تختار أختار دائما الجزائر هنا لديك رقم الهاتف الاختياري كما تشاهدون هنا لدينا عنوان البلدة الإلكتروني قدم لكم مثال تقوم بتأكيد عنوان البلدة الإلكتروني فقط هنا كما تشاهدون ملاحظة مهمة سيتم استخدام عنوان البلدة الإلكتروني هنا لتزويدك بمعلومات إضافية إذ تم اختيارك إذن هنا يجب أن تكتب عنوان البلدة الإلكتروني الصحيح هنا ما هو أعلى مستوى تعليم وصلت إليه حتى اليوم مثل ثانوية عامة شهد الثانوية العامة مدرسة مهنية بعض الدورات الجامعية درجة جامعية مثل الليسونس مثل المرجستر مثل الدكتورة مثلا أخطار درجة المرجستر هنا لدينا هذا الموقع كما تشاهدون هنا بالنسبة للأشخاص اللي لا يملكون شاهد الباكالوريا هنا يمكنك الدخول إلى الموقع لتعرف على المهن المقبولة هنا فقط كالشرط يجب أن تكون عملت ما لا يقلع عامين من التدريب أو الخبرة هنا ما هي حالتك الزوجية الحالية تختار غير متزوج متزوج والزوجي ليس مواطن أمريكا أو مقيم دائم قانون في الوحيات المتحدة الأمريكية مطلق أرمل منفصل تختارون الحالة المناسبة لكم مثلا أختار غير متزوج سيليباتيغ هنا بالنسبة للأشخاص الذين اختاروا متزوج تكتبون عدد الأطفال أنا أكتب صفر هكذا ثم تضط على متابعة هنا مثلا إذ أردت الرجوع وإجراءت الصحيح في حياته مثلا كانت بعض المعلومات خاطئة سوف تضط على هذه الخانة العودة إلى الجزء الأول كل المعلومات التي ملعتموها صحيحة تقومون بتأكد ومراجعة الاستمارة قبل إرسالها هنا سوف أترجم الصفحة إلى الأدوة الإنجليزية هكذا ثم تقومون بإرسال الطلب بالضغط على هذه الخانة الحضراء سوبمايت هنا تم إرسال الطلب بنجاح ملاحظة فقط يجيب نسخ ورقة التشجيل وأتقديم الخاصة بكم لأن فيها معلمات تحتاجونها في المستقبل عند عشر نتائج القرى العشوائية الأمريكية للدخول إلى الموقع ومعرفة النتيجة الخاصة بكم إذ أكون تفائز أو حاصر وإن شاء الله هنتكون من بين جميع الفائسين هنا فقط ملاحظة بالنسبة لأشخاص مثلا المتزوجين بالنسبة لطريقة التشجيل والتقديم شرحتها سابقا سوف أترك لكم رابط هذا الفيديو كما تشاهدون في الصورة تجدون الرابط مباشا في الصندوق وصف هذا الفيديو شرح كامل لعمرية التشجيل والتقديم في القرى العشوائية الأمريكية بالنسبة للأزواج وطريقة عامة نفسها في كل سنة وأيضا سوف أترك لكم فيديو آخر بالنسبة للمهن المقبولة بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون شهادة البكالوريا كما تشاهدون في هذه الصورة هذا هو الفيديو شرح كامل لهذا الموضوع أيضا سوف أترك لكم رابط هذا الفيديو مباشا في صندوق خصف هذا الفيديو إذن هذا كل شيء فيما يخص موضوع فيديو اليوم شرحت لكم طريقة تشجيل والتقديم في القرى العشوائية الأمريكية الشرح كامل بالنسبة للشخص العزب وأيضا بالنسبة للمتزوجين وأيضا فيديو للمهن المقبولة بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون شهادة البكالوريا كتذكير يجب أتقديم فقط مرة واحدة وأيضا يجب أتقديم فقط بالموقع الرسمي التابع لحكومة أمريكا وأيضا هنا أتقديم في القرى العشوائية الأمريكية مجانا بدون دفع أي أموال لأي شخص يمكنك تشجيله على تقديم بنفسك فقط شاهد هذا الفيديو كامل في المقابل خوتي أتمنى ترك لايك لهذا الفيديو ترك تعليقاتكم وأي سؤال سوف أحاول الإجابة عنه فيما يخص هذا الموضوع برتج للفيديو ليستفيد أي شخص يريد الهجرة إلى أمريكا عن طريق القرى العشوائية الأمريكية لا تنسى أيضا دعني بالاشتراك في القناة فعل زر الجرس سيصلك أي فيديو جديد أنشره حول مواضيع الهجرة إذن شكرا على المشاهدة وحظ موافق للجميع وأتمنى أن تكونوا من بين الفائزين في القرى العشوائية الأمريكية لهذا العام تحياتي لكم فرناس دروكس